كما عبر مجلس رأساء الكنائس في الأردن في بيان صادر عن ألمه بمجرية الأحداث في غزة الذي أعزاه نتيجة لتهميش غياب العدل والمساواة والاتخاذ والعنف وغياب السلام والحوار وطالب مجلس المجتمع الدولي بالنظر إلى القضية الفلسطينية المحقة والتاريخية بنظرة عدل والتزان والاعتراف بحق الشعب العربي الفلسطيني في أرضه وبمستقبل عيشه الكريم وأضاف نحن بمسؤوليتنا الروحية والوطنية في أردننا المبارك نشد على يدي جلالة الملك عبد الله الثان بن الحسين المعظم الذي أبكر منذرا العالم حول خطورة عدم الوصول للحلول العادلة بما يخص القضية الفلسطينية التي هي القضية المركزية في الشرق الأوسط والذي في كل محفل دولي يحذر جلالته من خطر مس الوضع القائم في الأماكن المقدسة وخاصة في المسجد الأقصى كما كنيسة القيامة وكافة الكنائس والمزارات والأديرة وناشد مجلس رؤساء الكنائس في الأردن كافة الدول المؤثرة والمحبة للسلام بالتدخل المباشر لإيقاف الحرب حقنا للدماء وتفعيل لغة الحوار والمساعدة الممكنة للجرح والمنكوبين والحفاظ على حق العيش والمساوى رافعين الصلاة إلى إلهنا المتحنني أن يسكب سلامه في أرض السلام وأن يبلسم بروحه القدوس قلوب الحزانة في الأرض المقدسة